الوصفة اليوم شلون نسوي حشوة الكباب سواء كبة عيش او كبة جريش او كبة بطاطة او كبة عيششبنت اي نوع كباب انتو تحبون تسوونها للسلق او للقلي نشوف هني الحشوة ما شاء الله تبارك الرحمن داخل الكباب نبدي اول شي بسم الله عندي هني كيل واللحم عجل وكيل واللحم غنم اخلطهم مع بعض مع بصل مفروم يكون نصف كمية اللحم اللي عندي اخلطهم عدل شديد بيدي عجلهم عجل بعدين احطهم على الغاز على نار عالية على ما بينزل مننا ماي وايد لان اذا نزل مننا ماي وايد يصير عرض يعني قاسي فننتظر على الغاز نخلي يتشوح مع بعض مننا ينشف الماي ومننا يطبخ عندي اللحم مع البصل ننظر الحركة باستمرار على نار عالية نشوف هني عندي اللحم ما شاء الله استوى نفس الوقت الماي نشف هني نبتدي نحط اقوب ما خلصنا نحط البهارات انا شنو احط بهارات على حشوة اللحم احط الحين الكمية هذي كيلوين اللحم احط ملعقة صغيرة من البابريكا كركم بهار فلفل اسود احط بعد ليمون اسود واحركم مع بعض عدل احمس عدل شوفوا انا لاحظوا هني ما خليت ولا نقطة زيت ما اعتمد على الدهن اللي موجود في لحم الخروف اضل اللحم احمس دقيقتين ثلاث دقائق وبس هني يكون عندي الحشوة خالصة عندي ملاحظة ما نحشي الكوبة نهائي والحشوة حارة راح اتقديكم انا شنو اخليها تبرد بعدين شوية احطها خمس دقائق بالفريزر الدهن اللي فيه يجمد ولما انتون تلفون وطلعونها لما انتون تلفون الكوبة صير سهلة عليكم وايد وتريحكم بلف الكوبة هني تلفون الكوبة والثلجونها لا تلجون الحشو وبعدين تطلعونها مرة ثانية يكون غير صحي وهذه حشوة الكوبة بالتفصيل الممل علينا وعليكم بالعافية واي اضافات سواء بقدونس او مكسرات او زبيب اللي هو الكش مش على راحتكم اشتركوا في القناة